شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والتحديات الثقافية التي واجهها في عهده وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمة وهذه المقدمة إن أخطر ما تواجهه كل أمة هو خطر التحدي الثقافي التحدي الثقافي إذا نجح في هدفه وغايته فإنه يسلب الأمة هويتها وأمة بلا هوية هذه أمة لا شخصية لها ولا كيان لها وأحيانا التحدي الثقافي يعطي يعطي للأمة إذا نجح في هدفه وغايته يعطي للأمة هوية للأمم الأخرى وتكون مستعبادة من داخلها تارة الاستعباد يكون استعبادا خارجيا أمة أمة تأتي وتستعبد أمة أخرى تهيمن على بلادها هذه هذه الهيمنة يمكن يمكن أن تنتهي في يوم من الأيام هناك قاعدة يقولونها بأن القسر لا يدوم الضغط لا يمكن له أن يستمر أن يكون غالبيا إذا أردتم أن تجربوا ذلك أنتوا أخذوا شيء طبيعته الإنحدار إلى الأسفل أخذوا حجر هذا الحجر الجاذبية تجذبه إلى الأرض هذه طبيعته الأولية أنتوا ارموا بهذا الحجر إلى الأعلى هذا الحجر يذهب إلى الأعلى ما دام هناك ضغط ورائح فإذا انتهى الضغط يعود إلى طبيعته الأولية وينحدر إلى الأسفل فهذا الضغط الخارجي ينتهي في يوم من الأيام ولكن إذا أمة من الأمم استعبدت من داخلها يعني طبيعتها صارت طبيعة العبودية فكرها كان مستعبدا هذه هذه الأمة نجاتها من هذه الحالة صعب جدا إلى أبعد الحدود إلا أن تتغير تلك الحالة في بلد من البلاد عبد ولكن بعض هؤلاء العبيد أو مجموعة من هؤلاء العبيد خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات وقالوا نحن لا نريد الحرية هذه ليش لأنه فكره أصبح فكر عبد هذا مستعبد من داخله الشيء الذي يصنعه المستعمرون في بلادنا من اليوم الأول الذي جاءوا فيه إلى هذه البلاد حاولوا هذا الشيء أن يستعبدوا هذه الشعوب من داخلها يعني واحد فكرة تابعة للكفار وللأجانب المدارس في اليوم الأول الذي جاءت هدفها كان هذا المدارس الأجنبية وإلى الآن المدارس الأجنبية الموجودة في بلادنا هذا هو هدفها أن تجعل هذا الطالب الذي يعيش في هذه البلدة ينقلع عن هذه الجذور التي تربطه بهذه البلدة وبهذه المدينة وبهذا التاريخ وبهذا التراث ويرتبط بفكر آخر بحضارة ثانية بتراث آخر هذه هي خطورة التحدي الثقافي الذي تواجهه الأمم إما أنه يسلبها هويتها وإما أنه وهذا هو الأخطر أن يعطيها هوية ثانية في مواجهة التحدي الثقافي الذي نعيشه جميعا نحن الآن كلنا نعيش في ظرف تحدي الثقافي وتحدي الثقافي قوي تحدي داخل في كل غرفة من غرفنا وبيوتنا ووراءه قوى عالمية تملك إمكانات لم توجد لها على مر التاريخ لعله يمكن حضارة تملك هذه القدرات الضخمة على التأثير لعله لم توجد مثل هذه القدرات لحضارة على مر التاريخ ما هو الطريق لمواجهة هذا التحدي هناك ثلاثة طرق الطريق الأول مواجهة التحدي عن طريق القامع والحصار أنه نفرض هناك نطاق حول الأفكار نقمع كل ارتباط وكل اتصال هذا هو الطريق الأول هذا الطريق الأول القامع والحصار جربته قوى متعددة جهات متعددة وما نجحت في ذلك بعض العلماء يقولون الفكر مثل الماء هناك بيت محصن إذا جاء الماء حوله الماء يدور ويدور ويدور إلى أن يجد منفذ ويدخل في ذلك الماء طبيعة الفكر هذه الفكر لا يمكن أن يحاصر الاتحاد السوفيتي تجربة عشناها وهو دولة عظمى مزودة بكل الإمكانات في يوم الأيام هذه القوة العظمى كانت تهدد العالم بالحرب الذرية أو النووية سووا هناك ستار حديدي كل شي ممنون وهذا الستار الحديدي استمر عشرات الأعوام ولكن نفع معذر في يوم الأيام الاتحاد السوفيتي انهار وانتهى التجربة الأقرب عندنا تجربة الحكم في العراق الحكم في العراق حارب الدين أشد محارب وحارب الفكرة الديني أشد محارب في بعض الأحيان إذا كتاب ديني كان في بيت كان يحكم على الطرف بالإعدام لكتاب دين كم قتل وكم شرد وكم سجان وكم عذاب ولكن بالنتيجة لم يتمك انهار النظام وبقي الدين وبقي الحكم هذا الطريق طريق لا ينجح الطريق الثاني المواجهة مواجهة التحدي عن طريق التعبئ والشعار التعبئ الجماهيرية الشعارات هذا الطريق أيضا لا يمكن أن يستمر التعبئ الشعارات هذه تخلق فورة وتخلق عاطفة موقتة في يوم الأيام هذه العاطفة الموقتة تنتهي وهذه الفورة تنتهي محاولة توجيه الناس بالعواطف فقط وبالشعارات فقط لا يمكن أن يدوم الطريق الثالث مواجهة التحدي عن طريق صنع البديل البديل إذا صنعتم البديل 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 الصحيح يتمكن أن يواجه الامام 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 الباقر صلوات الله وسلامه عليه عاش في وضع تحديات فكرية كبرى بعض بعض المؤرخين يقولون أن الإمام الباقر صلوات الله عليه الظرف الذي عاش فيه كان من أشد الظروف حساسية ودقة لأنه عهد الامام الباقر صلوات الله عليه كان عهد اختلاط الثقافات واختلاط الشعوب الشعوب بعضها اختلطت بالبعض الآخر الفتوحات الإسلامية توسعت الفتوحات يجب أن تكون مخططة إذا كان هناك توسع بدون تخطيط وبدون برمجة هذا يشكل خطر على هذه الأمة المتوسعة المسلمين اختلطوا اختلاط شديد بالمسيحي اختلطوا بالثقافة الهندية الكافرة الحكومات التي كانت حاكمة أولا قدرة ما كان عده على مواجهة هذا التحد الذي يقدر على مواجهة التحدي الثقافي يجب أن تكون له قدرات علمية وفكرية هؤلاء الحكام ما كانت لهم قدرات فكرية وعلمية ما كانوا في هذه المجالات ذلك الرجل قال الهاني الصفق في الأسواق فقد واحد في السوق تجيبو تخلوه حاكم هذا ما يتمكن أولا ما كانت عندهم قدرات الشيء الثاني ما كان يهمهم ذلك يعني الآن مجموعة من المسلمين ينحرفون ما كان يشكل له أهمية في منطق هؤلاء كانوا مجهولين بحكومته الشيء الثالث هناك بعض القرائن التاريخية تدل على أن بعض هؤلاء كانوا متواطئين مع هذه الحملة وهذه الهجم كان هناك فد واحد يقال له يحن المسيحي هذا من الأفراد الذين كان لهم دور كبير في محاولة تفتيت الأمة كان يطرح الشبهات على المسلمين وألف كتابا في الرد على المسلمين يوحن المسيحي والعجيب أن المؤرخين ذكروا أن يوحن المسيحي كان مقرب إلى البلاط الأموي البلاط الأموي كان محتض يوحن المسيحي وكان مقرب الحضارة الهندية الحضارة الهندية الكافرة القسم الكافر كانت لها مجموعة من الأفكار ومجموعة من العقائد الثقافة الثقافة اليونانية الثقافة اليونانية تمثل ثقافة كاملة نظرة كاملة إلى الكون والحياة هذه شيئا فشيئا انتشرت في هذه البلاط الأموة إذا ما عندها حماية ثقافية هذه الأمة يمكن أن تنتهي مهما كانت قوية إحنا عندنا مثال لحضارات فاتحة انتهت لأن ما تمكنت أن تواجه الفكر المقاب المغول تاريخيا معروف هذا الشيء حضارة غزت البلاد الإسلامية وأسقطت البلاد الإسلامية ولكن ما تمكنت أن تواجه تحدي الفكر الإسلامي فسقط وانتهت الحضارة المغول هم أولاد هؤلاء المغول صاروا مسلمين فهذا كان يمثل خطر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش هذا العهد عهد هذا التحدي التحدي المسيحي الفكري التحدي الهندي وتحديات أخرى هناك نوع ثاني من التحدي التحدي الداخلي الداخلي الفكري نشأ من أن الأمة ما أرادت أن تأخذ فكرها ودينها وثقافتها من الطريق الذي عينه الله الله تعالى عين أبوابا إذا إذا واحد أراد أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى الله من غير الطريق الذي عينه الله يصل إلى الله طبعا الشيطان يعني إبليس قال لله سبحانه وتعالى أنا أعبدك لعله بالرواية ستة آلاف عام الله قال له إني أحب أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنا أريد منك أن تعبدني بالسجود لآدم هذا هو الباب الذي جعلته بابي هو آدم الشيطان قال له أنا من هذا الباب ما أريد أدخل أريد أن أدخل من باب آخر الله ما قبل مني أحد الأنبياء كان يذهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى فرآه الشيطان في الطريق فقال للنبي ذلك النبي أنه أنا قضية حدثت وانتهت أريد أن أصلح حالي مع الله سبحانه الله ماذا يقول أنا حاضر أتوب إلى الله النبي ذهب ونقل لله سبحانه وتعالى كلام الشيطان الله قال أنا أقبل توبة الشيطان بشرط واحد وهو أن يذهب عند قبر آدم ويسجد هناك عاد النبي رأى الشيطان بالطريق قال ما هو الجواب قال الجواب الله يقول أنا أقبل كل شي شرط واحد أن تذهب وتسجد عند قبر آدم شيطان شوية فكر قال أنا في حياتي ما سجدته له الآن أسجد له بعد ممات له بمعنى له أو بمعنى كونه قبلة هذا بحث بالفقه موجود ما أقبل الله سبحانه وتعالى عين الباب الذي يؤتى منه إليه الباب هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الباب هو أمير المؤمنين صلى الله الله عليه صلى الله الله تعالى يقول كان منطقهم حسبنا كتاب الله هذا ضد كتاب الله هذا الكلام لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل إليه النبي مبين للكتاب فما قولت حسبنا كتاب الله ضد كتاب الله الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته حسبنا كتاب الله ضد كتاب الله الذهبي كما في تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة ثنيا يقول أن الأول قال فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا أي شيء لتنقلون فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله كتاب الله هو الحكام لا نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه في تذكرة الحفاظ أيضا في المجلد الأول في الصفحة السابعة طبعا هذا نقيض عمله لأن هو عندما أراد أخذ فدك استدل بحديث النبي المزعوم الحديث المزعوم قال أنا أنا شريك أنا أيضا هو ما عن النبي صلى الله عليه وآله في نفس تنفيذية منع كان طبعا ليش هذا الموقف كان هذا يحتاج إلى بحث مفصل وهنا وهنا كتب كتبت في منع تدوين الحديث لماذا وما هو الهدف ولكن يبدو أن أهم هدف في ذلك هو إلغاء دور أهل البيت أن لا يكون لأهل البيت دور أحاديث النبي صلى الله عليه وآله كلها تشيد بأهل البيت إذا منع الحديث انتهى واستمر هذا المنع أعوام طويلة منع تدوين الحديث وكم من الأحاديث ضاعت في خلال هذه المدة الطويلة هؤلاء أرادوا نعود إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه أن يفهم الدين وأن يطرح الدين بعيدا عن أهل البيت وبعيدا عن مرجعية أهل البيت ولذلك نشأ هناك التخبط عجيب أنت عندما تلاحظون كتب المتكلمين لاحظوا مثلا شرح التجريد وغير شرح التجريد الكتب العقائدية الكتب الكلامية الكتب الفقهية فالتخبط عجيب ابتليت به الأمة في جميع المجالات في المجال الفقهي تخبط عجيب جاء رجل الإمام الباقر صلوات الله عليه وقال له ما تقول في المسح على الخفين فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه كان أمير المؤمنين لا يمسح على الخفين ويقول أو قال الإمام لقد سبق الكتاب المسح على الخفين لأن القرآن الكريم يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الخف لا يعتبر الرجل تخبط من الناحية الفقهية تخبط من الناحية الفكرية المذاهب التي نشأت لاحظوها في شرح التجريد مشكلة القضاء والقدر مشكلة الجبر والاختيار مشكلة التفويض المشكلات الأخرى تخبط الخوارج وقعوا وقعوا في تخبط الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكانت لهم امتدادات كبيرة وكانت لهم رموز كبيرة في عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه وقعوا في تخبط الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقف في وجه التحدي الثقافي الخارجي ووقف أيضا في وجه التحدي الثقافي الداخلي وإذا واحد يراجع كتاب الاحتجاج يجد الكثير من مواقف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر صلوات الله عليه واجه هذين التحديين الداخلي والخارجي بثلاثة الشيء الشيء الأول طرح البدي الشيء الثاني الحوار الإمام صلوات الله عليه كان يحاور الآخرين رؤساء المذاهب والأديان كان يحاوره طبعاً هذا المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله بدأ هذا المنهج الحق لا يخاف من الحوار الباطل هو الذي يخاف من الحوار طرح الفكرة الصحيح حاور فسح المجال للحوار مع مختلف الأديان والتوجهات النماذج التاريخية كثيرة في ذلك كان هناك شخص في عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه يقال له نافع الأزرق هذا كان من أعلام الخوارج عنده حوار مع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يفند في هذا الحوار فكر الخوارج الخوارج منطلقهم كان أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حكم في دين الله والتحكم في دين الله كفر الإمام الباقر في قضية مطولة نذكر جانبا منها نذكر في روضة الواعظين يقول قل لهم يعني للخوارج لجماعتك بما استحللتم فراق أمير المؤمنين وقد سفكتم دماءكم بين يديه يقولون لك إنه حكم في دين الله تحكيم فقل لهم فقل لهم قد حكم الله في شريعة نبيه رجلين من خلقه تحكيم بالقرآن موجود فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا متحكيم هذا تحكيم في القرآن الحكيم وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعد بن معاذ في بني قريضة جعله حكما في القضية المعروفة أَوَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَمَرَ الْحَكَمَيْنَ أَنْ يُحَاجَّ بِالْقُرْآنَ وَلَا يَتَعَدَّيَا يعني التحكيم ما كان تحكيم مطلق التحكيم طبق كتاب الله فبهر نافع وقال هذا والله كلام ما قرع سمعي قط ولا خطر ببالي حوار الإمام صلوات الله عليه مع قتاده أو قتاده في مشكلة التفويض لاحظوه في محله حوار الإمام صلوات الله عليه مع عمر بن عبيد كان من كبار زعماء المعتزلة حول قضية الصفات الله سبحانه وتعالى لأن هذه عقدة في الفكر الديني مسألة صفات الله سبحانه وتعالى طرح البديل الحوار الشيء الثالث وهي نقطة مهمة في حياة الإمام الباقر أن الإمام الباقر صلوات الله عليه رب مجموعة من الفقهاء والأفراد الذين يمكنهم أن يقابلوا هذا التحدي وهناك رواية عجيبة ينقلها المؤرخون وهذه الرواية جديرة بالملاحظة أن الإمام الباقر قال للإمام الصادق صلوات الله عليه تكفل نفقة هؤلاء حتى ذول اللي يحتاجون إلى التفكير في أمر المعاش يتفرغ لطلب العلم أنا الآن ما أذكر في التاريخ قبل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مثل هذه الآن ما أذكر لعل الإمام الباقر كان رائدا في هذا المجال يتفرغ لطلب العلم الإمام نمى مجموعة من الفقهاء ومن المفكرين في مختلف الأبعاد في مجال الفيق في مجال علم الكلام في مجال التفسير حتى هؤلاء يتمكنوا أن يواجهوا هذا التحدي والإمام صلوات الله عليه كان يصرف وقتا كبيرا لهؤلاء لأن تنشأت مجموعة قادرة على هذه المواجهة ويحتاج إلى وقت واحد من هؤلاء التلاميذ الكبار الذين رباهم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه محمد بن مسل كان من كبار الفقهاء مو فقط راوي حديث فقيه كان وإلى الآن فقهاؤنا بعد ألف وأربعمائة عام يعكفون على رواياته يحللون رواياته كلم كلم ما مراده بهذه الكلم يقول محمد بن مسلم سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه عن ثلاثين ألف حديث مع الأسف كثير من هذه الأحاديث لم تصل إليه صلاح الدين الأيوبي وأمثاله أتلفوا هذه الأحاديث أحرقوا هذه الثروة الضخمة ثلاثين ألف حديث تحلوا مشكلات الحياة والفكه والعقيدة والفقه راحة كثير منه واحد من التلاميذ الآخرين جابر ابن يزيد الجعفي هذا من الثقات الكبار الأجلاء روى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سبعين ألف حديث هو هذا الجابر ابن يزيد الجعفي يعيش في ظرف يضطر في هذا الفقيه الكبير يضطر إلى أن يتظاهر بالجنوب الإمام الباقر صلوات الله عليه كتب إليه كما ينقل جيم لثلاثة أفراد كتب كلمة جيم عندما وصلت الرسالة إلى هؤلاء الثلاثة جابر فهم منها معنى الجنون فجن واي قضية مشكلة واحد له مقام اجتماعي شخصية اجتماعية فقيه كبير الظروف تضطره إلى أن يخرج إلى الشوارع ويقوم بأعمال المجاني والأطفال مثلا يركضون وراءه ويهتفون به بعد أيام جاء مكتوب من هشام بأن احملوا إلي جابر ابن يزيد الجعفي الوالي سأل عنه فقال الناس إنه قد اختلط فتركه وبعد فترة عندما انقشعت تلك الظروف الحرجة وإذا به يأتي إلى المسجد أو المجمع ويقول حدثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي كذا وكذا صلوات الله من جملة الأفراد الذين رباهم الإمام الباقر صلوات الله عليه أبان ابن تغلب من ألمع الفقهاء الإمام الباقر قال له اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس إفتاء يبدو أن كلمة الإفتاء غير كلمة النقل إفتاء كما يقول الفقهاء إن مجموعة من كبار أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يفتون يعني كانوا يطبقون الكبريات على صغرياتها مو فقط نقل في رواية ذلك الراوي لعله زرارة أو محمد بن مسلم قال أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن سمعته مثلا الإمام يقول كل ما زاد في أصل الخلقة أو نقص فهو عيب في قضية الجارية المبيعة الشيخ الأعظم يذكرها في المكاسر فإني أحب أن أرى في شيعة مثلك الذهبي في أبان الذهبي من كبار نقاد العام يقول إنه شيعي جلد يعني قوي في تشيعة لكنه صدوق أبان ابن تغليل فلنا صدقه وعليه بدعته مع أن الذهبي من المتعصبين جدا وهكذا وهكذا الذين سجل لنا التاريخ فيما نعهد من تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أربعمية واثنين وثمانين في تلك الفترة المختصرة التي أتيحت للإمام الباقر صلوات الله على الأم تحتاج إلى علماء يقفون لأنه العلم يقف أمامه العلم الفكر يقف أمامه الفكر وإلا غير العالم لا يتمكن أن يقف أمام العالم ليش أكو في الروايات إن عالما واحدا أفضل عند الله من سبعين ألف عابد على ما أتذكر العابد ما يتمكن عندما تطرح شبهة العابد لا يتمكن أن يقف الآن العصر عصر صناعة الشبهات أكو هنالك جهات معينة عملها صنع الشبه الشبهة إنما يقال لها شبهة لأنها تشبه الحق يعني مثل اثنين توأمان متشابهان عندما تشوفون واحد منهم متعلمون هذا هو لأخو تشابه الشبهة تشبه الحق لها مقدمة وصغرى وكبرى ونتيجة من يتمكن يقف العالم يتمكن أن يقف أما الجاهل لا يتمكن إحنا في الواقع نحتاج إلى مئات الألوف من العلماء أنا أتصور أن العراق يحتاج إلى ربع مليون عالم لأن كل عالم يتمكن أن يدير مئة شخص إدارة كاملة معدل الآن الشيعة في العالم كم مليون مئات الملايين يحتاجون في مقابل كل مئة نحتاج إلى عالم وإلى فقيه وإلى مفكر الشيعة فقط لا يحتاجون إلى العلماء كل المسلمين يحتاجون إلى علماء كم مسلم أكو الآن في الدنيا لعله حدود مليار مسلم أكو في الدنيا عدنا من يقوم بهذه المهمة مو مو فقط المسلمين يحتاجون إلى علماء كل العالم يحتاج إلى علماء فكم من مئات الألوف من العلماء نحتاج إليه المجتمع يجب أن يربي هؤلاء الآفة في كل مدينة يجب أن تكون هناك حوزة علمية لا بأس أن تكون في العواصم الكبرى الحوزات الأم ولكن إلى جانب الحوزات الأم في كل مدينة بل في كل قرية الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف حتى في كل قرية نحتاج إلى حوز علمية أو إلى نواة حوز علمية لأن هذه الحوز العلمية هي التي تستطيع أن تقه الآن في الواقع الأمة الإسلامية تمر في منعطف جدا خطير وهذا المنعطف الخطير العلمي يقولون الحضارة الأقوى هي الحضارة التي تتمكن أن تجيب على التساؤلات المطروحة الآن في كل مجال أكو تساؤلات مطروحة في علم العقائد أكو تساؤلات مطروح في علم النفس أكو تساؤلات مطروح في علم الاجتماع أكو تساؤلات مطروح في علم الاقتصاد أكو تساؤلات مطروحة مو تساؤلات شبهات من الذي يجيب عليها هذا يحتاج إلى مجموعة ضخمة من الفقهاء والعلماء والمفكرين كل في جانب لأن تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله عليه أيضا كانوا متنوعين واحد كان بارس في الفقه واحد كان بارس في الأصول واحد كان بارس في التفسير واحد كان بارس في الحديث كل واحد في بعد من الأبعاد حتى أن الأمة تتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تواجه هذا تحدي الكبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر